وبالتأكيد بما ان هدفنا دايما في البرنامج هو نوصل رسالة حضراتكم وقراءكم احنا لعبنا مع حضراتكم كده لعبة لطيفة على السوشال ميديا حطينا سبع صور لسبع لعبة وهم ابراهيم نداي وزكريا الوردي ومحمد صبحي ودنجا وعمر جابر ومصطفى الزناري وسامسون اكينولا وطلبنا من جمهورنا على السوشال ميديا يختار اسم لاعب واحد بس فيهم ويبعث له رسالة خلنا نشوف كده جمهورنا اختار مين ويعني حب يبعث له ويقول له ايه زيزو بعد بيقول مساء الخير على قناة الزمالك اهلا وسهلا يا ابراهيم نداي لاعب كبير وحريف وسريع اللاعب ده هيبقى ليه تاريخ مع الزمالك نجم النجوم ابراهيم نداي عمر هشام بعد بيقول سامسون اكينولا شد حيلك يا بطل وبإذن الله هتجيب افريقيا السنة دي عمر يحيى بيقول مساء الورد ولياسمين يمينة رسالتي للكابتن دونجا بقول له ركز مع الزمالك وان شاء الله تعود طارق حامد وبنتمنى لك التوفيق زمالكاوي وافتخر امال عبدالقادر بعد بتقول دونجا واقول له سلامات وان شاء الله يقصر الدنيا مع الزمالك اللي اختار الزمالك نشيله في عيوننا جو هشام بعد بيقول عمر جابر انه لعيب كبير وهو زمالكاوي من قلبه وانه جمهور بيحبوا مستنينك على احرم من الجمرن لناراك في الملعب بالتيشيرت الابيض محمود احمد بعد بيقول زناري الناري ركزك بأحسن مدافع في مصر زيادة عمر بعد لسامسون بيقول له سامسون لعب كبير قوي هو سنه صغير وانا متحمس اشوفه من انستجرام رميسا بعتت بتقول سامسون اكينولا ان شاء الله تكون صفقة كويسة جدا ومنتازة وتقدر تعمل حاجة للزمالك وتتقلق في الملعب وتكون قد توقعات الجماهير وبالتوفيق ليك والكل اللاعبين وكلهم كويسين جدا وننتظر تقلقهم في الملعب فرفر بعد يقول دونجا انت هتبقى افضل ديفندر في مصر مع اما معشور مع البروفيسور فرير انا مع رأيك يا فرفر بصراحة عمر بعد يقول انا حاسس انهم سكواد غير سكواد بين شاري وفرجاني ومصطفى محمد وكده ابرقام بعد يقول ابراهيم انا ضاي انت عندك كتير وباقين عليك لاعب سوبر ومحمد زدان بعد يقول احسن اختيار ليك الزمالك برافو محمد صبحي بالتوفيق كمان امين بعد يقول عمر جابر ابن النادي عاد من جديد لبيته طبعا من حسام بعد يقول عمر جابر ودونجا ازا مالك نور بيك والله رانيا خالد بعد يقول زكريا ننتظر منك الكتير بجانب امام عشور وفي اكاونت اسمه اتس بيشوي بعد يقول ربنا يوفقكم وعبدالله عدنان بعد سامسون مبشر جدا